اشتركوا في القناة المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة خلال فترة العيد بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تستمر فرص ظهور السحب الركامية الرعدية في عموم تلك المناطق تعطل زخات غزيرة من الامطار فرصة السيول عالية ايضا ايضا خلال فترة العيد توقع ان تتأثر ايضا المشاعر المقدسة ومنطقة مكة المكرمة بالغيوم الرعدية الركامية لكن تكون اقل شدة من الايام الماضية وبالتالي تكون الفرصة وهي الهطوة زخات رعدية من الامطار تترافق هذه الامطار برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في ذات السياق ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض خلال فترة العيد المحاول الرئيسية التي سنستعرضها خلال هذه النشرة هي استمرار حالة عدم استقرار الجو في المنطقة الجنوبية الغربية وزخات رعدية غزيرة من الامطار في منطقة جزان نجران وعسير والباحة ربما تمتد حتى أجزاء المكة المكرمة أيضا تقص شديد الحرارة في عموم المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض نستعرض الآن خراط الأمطار المتوقعة من الخميس إلى يوم الأحد كما تلاحظون استمرار لأثر المنطقة الجنوبية الغربية بحالة من عدم استقرار الجوزة خاطر عادي من الامطار بشكل يومي تكون غزيرة ومسببة للسيول وفيضانات الأودية خلال فترة العيد لذلك منبه تقص العرب الإخوة والمواطنين في تلك المناطق بالابتعاد عن مجاري الأودية خلال فترة تأثير العواصف الرعدية كما تترافق العواصف الرعدية أيضا به النشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار كما لا يستبع أن تصل تأثيرات هذه الغيوم الرعدية نحو منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة العيد أيضا تترافق هذه العواصف الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار في تلك المنطقة ننتقل الآن إلى خلال توزيع درجات الحرارة السطحية من الخميس إلى يوم الأحد يلاحظ ارتفاع كبير وملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض حيث تكون درجات الحرارة عالية تقصحار ومرهق إلى الفترات العيد درجات الحرارة تكون في أواخر الأربعينات في العاصمة الرياض ربما تلامس الخمسين في نطقات محدودة من المنطقة الشرقية بينما تكون درجات الحرارة نوعا ما أقل من هذا في المنطقة الشمالية بينما تكون درجات الحرارة معتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية خلال فترات العيد كان هذا كل ما لداني لحد الآن إلى اللقاء اشتركوا في القناة